اهلا بكم مشاهدي الكرام من جديد احنا ممكن في يوم من الايام سمانا عن مرض التصلب الويحي او مر علينا هذا المسمى مرور الكرام لكن اكيد في الكثير مننا ماهو عرف تفاصيل هذا المرض اسبابه هل هو علاج او لا وبالتأكيد يعني ما احنا عارفين المعاناة اللي بيمر فيها المصاب بالتصلب الويحي عندنا اسئلة كثيرة هنوجهها لاضيفتنا الكريمة بالستوديو وهي اصلا مصابة بالتصلب الويحي من عام 2003 وهذا او هذه المعاناة دفعتها انها تأسس فريق ارفة اللي بيعمل على توعية المجتمع من هذا المرض او مرض التصلب الويحي احنا ضيفتنا الكريمة لهذا اليوم الاستاذة فاطمة الزهراني سيد مساكي يعطيك العافية يا حياك الله سهلنا يعطيكم العافية يا روتانا حقيقة يعني انا فرحت اني اساسا طالع في روتانا عشان اوصل رسالة من خلال هالبرنامج التصلب الويحي اساسا يعني مرض يعني من تقريبا اكثر من 20 سنة موجود في المملكة لكن ما كان في هناك وعي او توعية بهذا المرض التصلب الويحي يعني بشكل بسيط هو عبارة عن كريات الدم البيضاء في وقت ما بدون اسباب تهاجم المادة اللي تغطي العصب نفسه في اثر على حركة الجسم او بعض الاجهزة في الجسم زي مثلا الجهاز البصري الجهاز الهضمي الجهاز الحركي فيصير عندنا مشكلة في هذا الموضوع طبعا المرض ما له اسباب فبالتالي ما له علاج يعني كل الاشياء اللي موجودة الان هي مجرد مهدئات تقلل من الانتكاسات او الهجمات ما له اسباب كونك انت يعني تعمقتي لانك مريت بهذه المعاناة يعني انتي اكيد اتكلمتي بشيء كل بسيط عن معاناة الشخص المصاب بهذا المرض واللي انا حاب اعرف منك تفاصيل هذه المعاناة لانك انتي بتوعي الناس بتفاهميهم المصاب بالتصلب اللي وايحي بيمر بواحد اثنين ثلاثة ولو حق انه الناس تعرف عن مرضه ولو حق الناس تعرف عن معاناته ولابد المطالبة بها انا ابغى اعرف ايش الحقوق اللي لابد انه يحصل عليها المصاب وايش الاشياء اللي حابة تعرف الناس بالمعاناة اللي بمر فيها انا بتكلم عن تجربتي انا يعني المرض هذا انا اول مرة اصبت فيه كان عدم قدرة على المشي عدم صعود الدرجة عدم مسكي الاشياء يعني ايه عدم مسكي فيه الم ام هي اشياء لا ما اقدر اتحكم تسقط الاشياء مني فجأة كذا او عدم توازن مثلا في المشي الرؤية ما كانت واضحة فجأة بدون اسباب طبعا التشخيص بعد سنة تقريبا من المعاناة شخصت ودخلت في مرحلة الانكار كنت يعني منكرة هذا الموضوع وكنت اعتبر يعني اتوقعت ان حاتي بتروح للعاقة على طول اصبح معاقلة ما اقدر اتحرك بعدين هذا سبحان الله في البداية بعدين قاعدت فترة يعني ثلاث سنوات تقريبا وانا في حالة يعني فهم وعي لنفس المرض وكيف الاشياء تجيني وكيف اتجاوزها انا كنت طبعا في ذات التربية والتعليم وكنت يعني في قمة نشاطي وحيويتي بس اش كانت المشكلة اللي عندي ارهاق شديد مثلا اصحى الصباح ما اقدر اروح الدوام اضطر اني مثلا اضطر اني اغيب واضطر اني اجيب اجازات عشان اعدل الازمة هذه بعدين لما كنت اروح للدوام حقيقة يقول ليش انتي غايبة اقول لهم انا كنت يعني اعاني من كذا كذا ما يفهموا ايش الموضوع طب ليه ما جبتي اجازة مرضية ليش ما سويت كيف كانوا الناس بالزمان قبل ما يكتشفوا هذا المرض كيف كانوا الناس يفهموا المريض انه هذا ايه بالزبط الاعراضي اللي بيمر عليها يعني احنا طبعا لما تجد الهجمة نفسها ما يقدر الواحد يمارس عمله بشكل طبيعي يصير مرهق ما يقدر يفكر كويس مجهد طبعا يفسروه ايه انك انت يعني تبالغ كسلان ما تبقى تنتج وانت ملبوس يعني هو كذا يعني طيب فاني طبعا اطريت اني اتقاعد وانا مبكر يعني تقاعد مرضي عشان عشان اتجاوز من حكاية جي بي اجازة ما تجي بي اجازة مع اني انا كنت يعني منتجة وكنت مشاركة في تأليف المناهج ومسكت ادارة مدرسة مدرسة لمدة اربع سنوات وكنت مدربة فلكن عدم وعي البيئة العامل اللي انا فيها اضطرتني اني اتقاعد تقاعد مرضي حقيقة يعني لما تقاعد ودخلت في مجال اعمال اصدت ناشطة في الاعمال الخيرية والاعمال الطوعية وكان من اهم المعاناة اللي كنت انا احس فيها انه لازم الناس تتوعى وتتفهم ايش هو مرض تصلوا بالويحي عشان يقدروا يساعدوا المريض انه يصير منتج في حياته العملية وانسان مساهم خاصة انه هذا المرض يصيب الشباب يعني من 13 سنة الى 34 سنة تقريبا فهذا سن يعني سن الانتاج وبعد كده ايش اللي بيصير من 13 ل34 ايش بيصير بعد كده هو يستمر تستمر يستمر طب عندك فكرة ايش اواخر هذا المرض ايش هو مش اواخر هو مش اواخر هو انواع هل انه ممكن يخف هل ممكن لا ولا بتستمر الحالة سوءا لا يعني هو حسب النوع يعني في انواع زي النوع اللي عندي يعني تجيني اتاكات وهجمات ويعني شهر شهرين الين ارجع اتحسي يعني في فترة الاصابة نفسها وفترة الهجمة ما اقدر امشي ما اقدر يصير عندي تشويش في التركيز في الذاكرة استمر شهر شهرين بعدين الحمدلله اتجاوز مشكلتي في نوع اخر تجي الاتاك وبعدين يزداد سوء بعدين اتاك ثاني ويزداد سوء وفي نوع كمان ثاني اللي هو يعني من اول مرة او ثاني مرة اربع نوع اربع نوع تلمتي على نوعين الثالث الثالث اللي هو يعني يترك اثر يعني تجيها اتاك بعدين يترك اثر الاثر اللي هو يعني ممكن يكون عدم ماشي الحركة ما هي كويسة مثلا يكون في عدم رؤية كويسة بس ما تتطاعد يعني ما تتدهور الحالة الرابع والرابع اللي قلت لك لانها تجي اتاك مثلا مرة او مرتين ويصير عنده اعاقة يعني اعاقة هذا اسوأ نوع وهذا تقريبا نسبته يمكن خمسة في المية يعني والثالث خمستاشر في المية المرض هذا يصيب النساء اكثر من الرجال وما له اي اسباب ما له اي اسباب الى الان ما في اي دراسة لا في اي دولة في العالم وانشور ما في اي اسباب عشان كذا ما له علاج اصلا يعني وقاعدين يحاولون الان في يعني المرض هذا سبحان الله اكثر مرض عليه دراسات عالمية تقريبا اكثر من ثلاثمية دراسة عليه في خلال خلال الاربع سنوات الماضية هاري يعني احنا يعني كمرضى نحتاج نحتاج من المجتمع ان يفهم يعني مرضنا عشان يساعدنا ايش المساعدة اللي بتطلبيهم من المجتمع عندنا مثلا الطالب اللي انا عندي يعني انا تقريبا عندي انت قلت في العمل اتعرضت انك انت اطريت انك تتقاعد مدري وتسيب عملك لانه انت ما حستي نفسك انك انت يعني منتجة كثير بالعمل مش متفاهمين وضعك لا مش منتجة انا تجيني فترات يعني اتعب ما اقدر اسوي شيء ولكن مش متفاهم وضعك لا مش متفاهم الوضع لانه يعتبر انه انت ما عندك ما هم فاهمين اش هو التصل باللوحي واش هو الحال اللي يقع وحتى لو عرفوا ما في لواحي وانظمة تحمي المريض في المنطقة هذه عشان كذي انا دائما اوجه رسالة الوزارة الصحة انه حطوا لواحي وانظمة تتوجه لوزارة العمل لوزارة التربية والتعليم لوزارة الشؤون يعني انا عندي تقريبا ثلاث الاف ثلاث الاف مصاب في الجوال عندي ثلاث ارباع هم ما يبقوا يقولوا اني انا مريض او انا مصاب عشان يستمروا بعملهم عشان يستمروا بعملهم وعشان ما ينظر لهم نظرة شفقة من المجتمع هذا لا شفقة لي صفقة بمناس منتجين وطبيعيين ايه هذا هو مجرد نكسات او نوبات صغيرة ايه ايه فاحنا نحتاج يعني الطالب مثلا عندي مثلا طلاب وطالبات في المتوسط والثانوي اضطروا لم يجلسوا في البيوت لانه مش فاهمين المدرسة طبيعة التعامل مع الطالب هي له طبيعة التعامل خاصة فيه ايه ايه يعني مثلا تطعهم ظروف النوبة ايه مش مسألة النوبة كمان يعني مثلا ما اضغط يعني الطالب ما ينفرض ما ينضغط ثلاث اختبارات مثلا في اليوم او مشروع واختبار زي طلاب الجامعة ينضغطوا في الطبيعة المادة او طبيعة الدراسة مجرد من ان اخفف عليهم بعض الاشيات ترا بيصيروا ما شاء الله هل الضغط العمل او ضغط الدراسة ممكن يثير هذه النوبة طبعا طبعا ايش الاشياء اللي يثيرها غير كمان يعني التوتر طبعا ضغط العمل الحرارة حرارة الجو حرارة المكان هذه اشياء كلها او البرد حتى ممكن البرد الشديد يعني يخلي يخلي المريض يدخل في انتكاسات انتي انصبت بالمرض عام 2003 ايه نعم يعني وحتى الان انتي متعايشة متعايشة بحب وسلام مع نفسك مع نفسي يعني انا عرفت كيف اتعامل مع مرضي انا وقت الاتاكل او الهجمة اللي جيني دائما ادخل في مرحلة تقوس حق التأمل تنفس استخفار تسبيح لين عدي تحتاج الهدوء النوبة طبعا طبعا اولي ما انا بغى نقول كلمة عزلة بس ممكن نقول كلمة انه لحظات سلام مع النفس لا وعادة برمجة الجسم عشان يقدر يتينتج مرة ثانية ويساء ايش بعد اصابتك بعام 2003 من هذا المرض ايش اللي تغير في شخصيتك والله انا دائما في دكتور عبدالله الملحم يعني هذا من الناس المؤثرين في حياتي كان يقول لي ايش النقطة السودة في حياتك قلت له انا مرضي الناس تشوفوا ممكن نقطة السودة بس انا قاعدة اشوفوا انه نقطة بيضة لانه تغيرت حياتي 180 درجة صرت الاولوياتي هي نفسي الاشياء اللي اللي تساعدني على اني اكون قوية وكويسة هي اللي اكون اتقرب منها اكثر عشان كذا انا مع فريق ارفة جل اهتمامنا ان احنا نوعي المريض كيف يتعايش مع مرضا انا هنا السؤال فاسأل حكينا شوية عن فريق ارفة ايش اللي بتقدمون للمجتمع ايش بتطالبوا من مؤسسات المجتمع وايش مهامكم فريق ارفة من اربع سنوات من امتلاف سنوات احنا بدينا فيه كمجموعة دعم بس مو كفريق كنا نلتقي كل شهر ونسوي دعم للماء لبعض يعني احنا كنساء وبعد كذا نضموا معنا رجال كنا نسوي برامج برامج توعوية لبعض وكانت بسيطة بعدين كبرنا شوي من اربع شهور تقريبا نفسنا تحت مظلة الجمعية العامة وتطوية في المنطقة الشرقية وحطنا اهداف احنا كفريق ان احنا نهتم بالناحية الاجتماعية النفسية المعنوية والتثقيفية والتوعوية بالاضافة تقديم بعض الاشياء اللي ممكن ساعد المريض زي الكرسي الكهربائي العكاز الملاعق الكاسات الاشياء البسيطة هذه المجال الطبي احنا ما دخلنا فيه لانه هذا مش من اختصاصنا سوينا خطة عمل حين 2015 وبدأنا فيها الحمد لله في شهر يناير برنامج حياتي تفاؤل كانت برنامج مركة رائع وعندنا كان برنامج تدريبي قبل اسبوع برنامج تدريبي وتأهيل المريض كيف يتعايش مع مرضى وكيف يحس انه عنده داخل طاقة منتجة الفريق هذا يعني احنا تقريبا يمكن مئة مريض غير الداعمين اللي معانا وناس متحمسين يحملوا معانا نفس الهم ونفس المعانا اهدافنا كثيرة توعية المجتمع توعية الاهالي احنا عندنا مشكلة مع الاهالي انه الاهل كل ما فهموا طبيعة المرض كل ما صار فيه مساعدة للمريض في حياته اليومية بالاضافة ان احنا نستفيد من الخبرات العالمية والخبرات العربية ايش عندهم احنا ممكن احنا نتعاون مع بعض فتحنا شراكات مع اطباء مع ناس مشتشارين مع ناس مهتمين بمرضنا بس من ناحية الدعم احنا نحتاج دعم دعم مرة قوي يعني خاصة احنا اساسا هدفنا ان احنا نحول الى جمعية جمعية التصلب الويحة تبع وزارة الشؤون الاجتماعية واحنا الحمد لله الحين شغلين عليها باذن الله تعالى وربي سهلنا ان شاء الله بإذن الله بإذن الله بإذن الله بإذن الله احنا نوجه لكم كل التحية وتستاهلوا كل التقدير والاحترام اول شيء لانكم انتم ما استسلمتوا او كتفتوا يدكم عند هذا المرض لكن انتم قررتوا ان انتم تواجهوا بكل شجاعة وبكل قوة وقررتوا انكم تعرفوا كل المجتمع بمعاناتكم ليس للشفقة انما لكيفية التعامل معكم وان شاء الله نسأل الله شفاء لكم جميعا شكرا لك تسلم يعطيك العافية شكرا شكرا اذا مشاهدي الكرام بعد هذه الفقرة ما زالت فقرات بسيدتي مستمرة لكن بعد هذا الفاصل القصير ابقوا معنا مجلة سيدتي هذا الأسبوع عائلات سعودية ترفض تزويج بناتها لمبتعث وفاء أرمال خليجية لأبناء ضرتها وتديلك لتكون واثقة سيدتي عالمك في مجلة سيدتي نت معك أثناء دراستك معك في مملكتك ومجلة سيدتي لكل فرد من عائلته سيدتي وموقعها الجديد لكم ومعكم كل لحظة أنت متفوقة معها والطموحة معها أنت السعيدة معها الرابحة معها معها أنت الشابة الدائمة سيدتي سيدة المجلات العربية في سيدتي باد الفاصل أسرار صحية وراء رغبتك في تناول الشوكولاتة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر